السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا صفحة 101 من درس التناسبية 3 نسبة مئوية والسرعة المتوسطة تمر رقم 5 طلب من عاملاتين في سوق تجاري تغيير البطاقات وذلك نتيجة زيادة في أتمينة السلع بنسبة 5% أحدد الأتمينة الجديدة التي ستكتب في البطاقات إذن فعدنا هذه البطاقة مكتوب عليها 8 أسليعة قبل الزيادة إذن فالمطلوب منه هو تحدد الأتمينة التي ستكتب مكان هذا الأتمينة اللي موجودة عدنا بالبطاقة أي أتمينة اللي غدي تكون بعد الزيادة إذن أولاً غدي نحسبوا مبلغ الزيادة بالنسبة لكل مبلغ إذن فبالنسبة لعفوا لكل ثمن للسلع المعروضة إذن فأول سلع وهي الثمن ديالها 685.50 إذن فهذا المبلغ أو هذا الثمن غدي نضربه في نسبة الزيادة اللي هي خمسة بالمئة إذن 685.50 مضربة في خمسة على مئة إذن خمسة بالمئة إذن كتمتلنا العدد الكسري خمسة على مئة إذن فخمسة على مئة تساوي 0.05 كما سبق لنا عرفنا أي عدد نقسمه إلى مئة فكننجل عند آخر رقم عفواً عند آخر رقم ربما يكون عندنا أكثر من رقم واحد هنا عندنا رقم واحد يمكن لنا يكون عندنا رقمان أو ثلاثة إذن فكننجل عند آخر رقم وكان نبدأ نحسبه من اليمين نحو اليسار رقمان ثم نوضعه الفاصلة إذن لنا واحد اثنان وضعنا الفاصلة ثم الصفر إذن فخمسة على مئة تساوي صفر فاصلة صفر خمسة ثم غضي نقوموا بإنجاز هاد العملية ستمائة وخمسة وتمانون فاصلة خمسون مضربة في صفر فاصلة صفر خمسة مضربة في صفر صفر خمسة مضربة في خمسة خمسة وعشرون أضع خمسة وأحتفظ باثنان ثم خمسة مضربة في خمسة خمسة وعشرون زائد اتنان سبعة وعشرون اكتب سبعة واحتفظ باثنان ثم خمسة مضربة في تمانية اربعون زائد اتنان اتنان واربعون اضع اتنان واحتفظ باربعة خمسة مضربة في ستة ثلاثون زائد اربعة اربعة وتلاتون ثم بالنسبة للسفر مضرب في العدد غال عطينا السفر كذلك السفر مضرب في العدد غالي أعطينا السفر اذا لدعي اننا نكمل الضرب ننفع مباشرة غدنا نحسب شهل عندي من الرقم بعد الفاصيلة اذا ندي واحد اتنين تلاتة اربعة. اذا نحسب واحد اتنين تلاتة اربعة ونوضع الفاصلة. اذا نفع مبلغ زيادة هو اربعة وتلاتون فاصلة الفان وسبعمائة وخمسون درهم. اذا نفع مبلغ زيادة. غضي نضيفوه لتمنت سلعة قبل الزيادة. باشي اعطينا التمن اللي غضي تكتب البطاقة. اذا نفع ستمائة وخمسة وتمانون فاصلة خمسون نضيفو لها مبلغ زيادة وهو اربعة وتلاتون فاصلة اه الفان وسبعمائة وخمسون درهم. اذا نقوم بانجاز العملية. اذا نضعنا العملية. اه السفر زائد سفر سفر. السفر زائد خمسة خمسة. السفر زائد سبعة سبعة. ثم خمسة زائد اتنان سبعة. ونوضع الفاصلة. خمسة زائد اربعة تسعة. تمانية زائد تلاتة احدى عشر. اكتب واحد واحتفظ بواحد. واحد زائد ستة سبعة. ننفع التمن الجديد وهو آآ سبعمائة وتسعة عشرة الف سبعمائة وتسعة عشرة فاصلة سبعة الاف وسبعمائة وخمسون درهم. الثمن الجديد اذا نفع هالتمن غادي يتحيض غادي يبقى لنا هالتمن الجديد اللي هو سبعمائة وتسعة عشرة فاصلة سبعمائة خمسة وسبعون. اذا فات سفر للبعد الفاصلة آآ يمكن لنا اننا ما نوضعوش لانه آآ ممكن ما كيتحسبش لنفع غادي نوضعو فقط سبعمائة وتسعة عشرة فاصلة سبعمائة وخمسة وسبعون درهم. ثم بالنسبة للمبلغ التاني وهو اربعمائة وتسعة. نفس الشيء غادي نضربوه في خمسة على مائة ساوي اربعمائة وتسعة مضربة في سفر فاصلة سفر خمسة. تمام. آآ تسعة مضربة في خمسة تساوي خمسة واربعون. نكتب خمسة احتفظ باربعة. خمسة مضربة في سفر سفر زائد اربعة اربعة. خمسة مضربة في اربعة تساوي عشرون. اذا نكتب عشرون. ثم بالنسبة لاصفر اذا ضربنا في اربعة او تسعة غايتنا السفر اذا لا داعي لاننا نكملو العملية فقط غادي نجول عند اخر آآ عفوا اننا حسبوش حال عندنا من عدد من بعد فاصلة ادنا واحد اثنان واحد اثنان ونضع الفاصلة اذا فمبلغ زيادة هو عشرون فاصلة خمسة واربعون درهم. نساوي عشرون فاصلة خمسة واربعون درهم. اذا ننفع الثمن الجديد وهو اربعمائة وتسعة زائد عشرون فاصلة خمسة واربعون. ندرنا اربعمائة وتسعة زائد عشرون فاصلة خمسة واربعون ننزل العملية. سفر زائد خمسة خمسة سفر زائد اربعة اربعون نوضع الفاصلة تسعة زائد سفر تسعة سفر زائد اثنان اثنان اربعة زائد سفر اربعة. ننفع الثمن الجديد وهو اربعمائة وتسعة وعشرون فاصلة خمسة واربعون درهم. نكتب اربعمائة وتسعة وعشرون فاصلة خمسة واربعون درهم. ثم نمشي لعند البطاقة. ننفع الثمن اللي غير توضع بالبطاقة هو اربعمائة وتسعة وعشرون فاصلة خمسة واربعون درهم. ثم بالنسبة لسلعة لتمان الها مائتان وتمانية نفس الشيء مائتان وتمانية مضربة في سفر فاصلة سفر خمسة لهو نسبة الزيادة. نساوي. مضربة في سفر فاصلة سفر خمسة خمسة مضربة في تمانية اربعون اكتب سفر واحتفظ باربعة. خمسة مضربة في سفر سفر زائد اربعة اربعة. خمسة مضربة في اتنان عشرة. ثم رقما بعد الفاصلة واحد اتنان ونوضع الفاصلة اذا ننفع مبلغ الزيادة هو عشرة دراهم فاصلة اربعون. عشرة فاصلة اربعون درهم. ننفع ثمن او المبلغ افهم ثمن الجديد اللي هو مئتان وتمانين نضف عليه مبلغ الزيادة اللي هو عشرة فاصلة اربعون نتساوي اذا سفر زائد سفر 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 زائد اربعين وضع الفاصلة تمانية زائد سفر تمانية سفر زائد واحد واحد اتنان زائد سفر اتنان اذا فالمبلغ الجديد او الثمن الجديد هو مئتان وتمانية عشر فاصلة اربعون. مئتان تمانية عشر فاصلة اربعون درهم. اذا ننفع البطاقة. غريد اوضع فيها ثمن الجديد اللي هو مئتان وتمانية عشر فاصلة اربعون. واخر اه ثمن هو مئة وستون فاصلة تمانون. نفس الشيء نحسبه مبلغ الزيادة. ثم الثمن الجديد. اذا المبلغ آآ قديم مضرب في سفر فاصلة سفر خمسة اي نسبة الزيادة. خمسة مضربة في السفر. السفر. خمسة مضربة في تمانية. اربعون اضع سفر واحتفظ باربعة. خمسة مضربة في سفر. سفر زائد اربعة. اربعة. خمسة مضربة في ستة تلاتون اضع سفر واحتفظ بتلاتة. خمسة مضربة في واحد. خمسة زائد تلاتة ثمانية. ندنا واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع ارقم اه مبادل فاصلة ادن واحد اتنين تلاتة اربعة. ونوضع الفاصلة. ادن فمبلغ زيادة هو تمانية فاصلة سفر اربعة. تمانية فاصلة سفر اربعة درهم. ثم نحسبوه مبلغ الجديد. الثمن الجديد. بعد الزيادة. ده مئة وسيتون فاصلة تمانون زائد تمانية فاصلة سفر اربعة. سفر زائد اربعة اربعة تمانية زائد سفر تمانية. نوضع الفاصلة. سفر زائد تمانية تمانية ستة زائد ستة. واحد زائد سفر واحد. ننفع المبلغ عفوا تمان وهو مئة وتمانية وستون فاصلة اربعة وتمانون. اذا فهذا هو الثامن اللي غد يتوضع بالبطاقة. اذا فهو مئة وتمانية وستون فاصلة اربعة وتمانون درهم. تمر لقم ستة اكمل الفاتورة التالية. اذا لدينا هذه الفاتورة. مطعد امين بالدرهم. اربع وجبات سمك. واحد وعشرون درهما للوجبة. اذا فقد نوضعه اربع وجبات من السمك. اذا ثمن الوجبة الوحيدة وهو واحد وعشرون. احنا لدينا اربع وجبات. اذا واحد وعشرون مضربة في اربعة. اربعة مضربة في واحد اربعة. اربعة مضربة في اتنين تمانية. اذا ثمان عندنا هنا بالدرهم هو اربعة وتمانونة درهم. ايه ثمن اربعة وجبات من السمك. ثم ثمن اه ثلاثة ارغفة من الخبز اه ثمن الوحدة هو واحد. لن واحد فاصلة اربعة مضربة في تلاتة. تلاتة مضربة في سفر. سفر. تلاتة مضربة في اربعة اتنى عشر اكتب اتنين واحتفظ بواحد. تلاتة مضربة في واحد تلاتة زائد واحد اربعة. لن ادنا رقما بالفاصلة. نجي لعند اخر رقم. ونحسب واحد اتنين ونضع الفاصلة. لنفع ثمن ديال تلاتة ارغفة هو اربعة دراهم فاصلة عشرون. نكتب اربعة فاصلة عشرون. ثم المجموع نقوم بعملية الجمع. لنه السفر زائد سفر 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 زائد اتنين اتنين وضع الفاصلة. ثم اربعة زائد اربعة تمانية تمانية زائد سفر تمانية. ثم واجب الخدمة خمسة عشر بالمئة. لنفع آآ لاخد هاد الوجبة وهي اربع او اربعة واجبات من السمك زائد ثلاث ارغفة من الخبز ثمن ديال هو تمانية وتمانية تمانون فاصلة عشرون آآ آآ درهم. دن فا آآ المبلغ الواجب اداءه هو ثمن آآ المجموع ديال ارغفة زائد اربع واجبات زائد واجب الخدمة لهو خمسة عشر بالمئة. دن آآ واجب الخدمة وهو ما يقوم به العمال داخل آآ المطعم من اجل الزابون كتقديم الاطعمة وازالة الاطباق والادوات وتنظيم الطاولة الى غير ذلك فهذا هو ما يسمى بواجب الخدمة. دن فقد نحسبوه المبلغ الذي سيؤدى على واجب الخدمة. دن فآ آآ خمسة عشر بالمئة يعني آآ خمسة عشر بالمئة من هذا المبلغ اللي هو او التمن اللي هو الواجبات والارغفة. دن فآ آآ واجب خدمة آآ التمن ديال وهو تمانية وتمانون فاصلة عشرون مضربة في خمسة عشر على مئة. دن تساوي تمانية وتمانون فاصلة عشرون مضربة في دن فآ اتنا خمسة عشر على مئة تساوي صفر فاصلة خمسة عشر. دن آآ تمانية وتمانون فاصلة عشرون مضربة في صفر فاصلة خمسة عشر. خمسة مضروبة في اتنان عشرة. اكتب سفر واحتفظ بواحد. خمسة مضروبة في تمانية اربعون زائد واحد واحد واربعون. اكتب واحد واحتفظ باربعة. خمسة مضروبة في تمانية اربعون زائد اربعة اربعة واربعون. ثم نوضع نقطة. واحد مضروب في سفر. سفر. واحد مضروب في اتنان. اتنان. واحد مضروب في تمانية. تمانية. واحد مضروب في تمانية. تمانية. ثم سفر مضروب في العدد فغدتنا السفر كم giro 1 2 3 4 ا�دن اربع ارقام بعد الفاصيلة نجد عند اخر رقم ونحسب اربع ارقام واحد اتنين تلاتة اربعة ونوضع الفاصلة ننفع ننفع آآ واجب الخدمة هو تلاتة عشرة فاصلة تلاتة وعشرون درهم ثلاثة عشر فاصلة تلاتة وعشرون درهم والمبلغ الواجب اداءه هو مجموع آآ ثمن الواجبات زائد ثمن الارغفة زائد واجب الخدمة اللي هو خمسة عشرة بالمئة اذا قم مع عملية الجمع سفر زائد تلاتة تلاتة اتنين زائد اتنين اربعة ونوضع الفاصلة تمانية زائد تلاتة احدى عشر اكتب واحد واحتفظ بواحد واحد زائد تمانية تسعة زائد واحد عشرة اذا فالمبلغ الواجب اداءه هو مئة وواحد فاصلة تلاتة واربعون درهم ثم تمرين سبعة يسير محمد على متن دراجاته بسرعة آآ ستة عشر كيلومتر على الساعة احسب المسافة التي يقطعها محمد بنفس السرعة في كل مدة كما يلي اذا فالمطلب منه هو حساب مسافة التي يقطعها محمد بنفس السرعة في كل مدة اذا فالمداد عندنا اياه المدة هنا عندنا الجدول هنا عندنا المدة الدقيقة وعدنا المسافة بالكيلومتر اذا فقد نحسبوه المسافة الغيقطعة في مدة تلاتون دقيقات ثم بخمسة عشر دقيقة وتسعون دقيقة ومئة وعشرون دقيقة اذا فقد نرجعو لعند السرعة اللي كيسير بها محمد وهي ستة عشر كيلومتر بالساعة اذا ندنا ستة عشر سرعة اذا فالسرعة اذا فقام لابيت اسموين هي ستة عشر كيلومتر للساعة اذا يعني ذلك ان محمد يسير كل ستة عشر كيلومتر خلاله ساعة واحدة يعني اه ستة عشر خلاله اه ساعة واحدة اذا ساعة واحدة وهي تلاتون عفوا ستون دقيقة اذا ساعة هي ستون دقيقة هنا عندنا اه تلاتون دقيقة تلاتون دقيقة يعني نصف ساعة اذا فالمدة هي نصف ساعة والمسافة اللي غد يقطع خلال نصف ساعة وهي نصف المدة اللي غد يقطع بساعة واحدة وهي ستة عشر كيلومتر على اثنان. اذن فستة عشر كيلومتر اقتعها خلال ستون دقيقة. اذن خلال ثلاثون دقيقة. اذن ستون هي اه او عفوا ثلاثون دقيقة هي ستونة مقسمة على اثنان. اذن فالمسافة كذلك ستتقسم على اثنان. اذن ستة عشر مقسمة على اثنان وهي تمانية. اذن فالمدة التي سيقطعها او المسافة التي سيقطعها خلال ثلاثون دقيقة وهي تمانية كيلو متر. ده هنا عدنا خمسة عشر دقيقة خمسة عشر دقيقة وهي نصف تلاتون دقيقة. ده فا من هنا. ده نقسمه على اثنين. اذا لتلاتون مقصوم على اثنين حصله على خمسة عشر. ده كذلك تمانية مقصوم على اثنين. عشان حصله على المسافة. وهي اربعة. ثم عدنا تسعون دقيقة إذن تسعون دقيقة وهي تلاتون مضربة في تلاتة إذن تلاتون مضربة في تلاتة كذلك هذه المسافة التي قطعت بثلاثون دقيقة سيضرب في تلاتة لكي سنحصل إلى المسافة خلال ستون دقيقة فإن هنا كذلك مضربة في تلاتة إذن تمانية مضربة في تلاتة تساوي أربعة وعشرون إذن فالمسافة اللي غادي تقطع خلال مدة تسعون دقيقة وهي أربعة وعشرون كيلومتر ثم عدنا مئة وعشرون إذن مئة وعشرون قد تساوي تلاتون مضربة في أربعة إذن هنا غادي نضرب في أربعة للحصول على إذن تلاتون مضربة في أربعة غادي نحصل على مئة وعشرون كذلك المسافة لتقطعات خلال تلاتون دقيقة غضي اترب في اربعة باش نحصلوا على المسافة لغضي تقطع خلال مئة وعشرون دقيقة هنا مضربة كذلك في اربعة ثمانية مضربة في اربعة تساوي اتنين وتلاتون اذا المسافة وهي اتنين وتلاتون كيلو متر ثم التمرير رقم تمانية قطع قطار سريع مسافة ثلاثمائة وخمسة وتسعون كيلو متر في مدة ساعتان وتلاتون دقيقة. الف احدد سرعة المتوسطة للقطار بالكيلو متر على الساعة. لن نحسب السرعة المتوسطة. لنفاص بخلنا نشوفنا العلاقة بش نحسبو السرعة المتوسطة وهي تساوي دي على تي. السرعة تساوي المسافة مقطوعة مقسومة على المدة. فهنا ادنا المدة وهي ادنا المدة تساوي ساعتان وتلاتون دقيقة. ادنا فالمطلوب منه وهو حساب السرعة المتوسطة بالكيلو متر على الساعة. اذا فهنا سنحول من الدقيقة الى الساعة. ادنا ساعتين وتلاتون دقيقة. تلاتون دقيقة تمثل نصف الساعة. اذا فهي سفر فاصلة خمسة. اتنين زائد سفر فاصلة خمسة تسوي اتنين فاصلة خمسة. او لا كناخدو تلاتون مقسومة على سيتون. باش كنحولو من الدقيقة الى الساعة فكنقسمو على سيتون فغد نحصلو كذلك على سفر فاصلة خمسة. ادنا فمباشرة بما اننا كنعرفو تلاتون دقيقة هي نصف ساعة فغد نوضعو سفر فاصلة خمسة. ننضيفوها الى ساعتين فنحصل على اتنين فاصلة خمسة ساعة. ثم هنحسب السرعة المتوسطة. ننفل مسافاتنا وهي تلاتمائة وخمسة وتسعون كيلو متر. تلاتمائة وخمسة وتسعون كيلو متر. مقسومة على المدة وهي ساعتين ونصف. ثلاثمائة وخمسة وتسعون مقسومة على اتنين فاصلة خمسة. ثلاثم بالنسبة المقسوم عليه خس يكون ادنا عدد صحيح ما يبقاش عدنا عدد عشاري. باش غد نرجع من العدد عشاري الى عدد صحيح. يعني غد نزول الفاصلة. نضربو المقسوم والمقسوم عليه في عشرة. غد تلاتة الاف وتسعمائة وخمسون مقسوم على خمسة وعشرون. ذا نفعل رقمان بالمقسوم عليه. ذا نفعل ناخد رقمان من المقسوم. تسعة وتلاتون كمفة من خمسة وعشرون فيها واحد. واحد مضربة في خمسة. خمسة. واحد مضربة في اتنين. اتنين. ثم نقوم عمليات الطرح. تسعة ناقص خمسة. اربعة. تلاتة ناقص اتنين واحد. ما غد نزله خمسة. مئة وخمسة واربعون. كم فيها من خمسة وعشرون فيها? خمسة. خمسة مضربة في خمسة. خمسة وعشرون. اكتب خمسة واحتفظ باتنين. خمسة مضربة في اتنين عشرة زائد اتنين اتنى عشر. ثم نقوم عمليات الطرح. خمسة ناقص خمسة. سفر. اربعة ناقص اتنين. اتنين واحد ناقص واحد. سفر. ثم نزله. سفر. ده مئتان. كم فيها من خمسة وعشرون فيها? تمانية. تمانية مضربة في خمسة. اربعون. اكتب السفر. احتفظ باربعة. ثم تمانية مضربة في اتنين ستة عشر زائد اربعة عشرون. نقوم عمليات الطرح. ادن مئتان ناقص مئتان. ساوي السفر. ادن فالسرعة المتوسطة وهي مئة وخمسة مئة وتمانية وخمسون. نتساوي مئة وتمانية وخمسونة كيلو ميدر على الساعة. ثم باء. احسبوا المسافة التي سيقطعها القطار في مدة ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة. ننفاص بقلي نشوفنا العلاقات بش نحسبه المسافة. ده في المسافة كتساوي السرعة المتوسطة مضربة في المدة الزمنية. ندن فعدنا السرعة اللي حسبناها كتساوي مئة وتمانية وخمسونة كيلو متر على الساعة. آآ المدة الزمنية وهي ثلاث ساعات وخمسة عشر دقيقة. ندن فقد نحوله خمسة عشر دقيقة الى الساعة. ندن خمسة عشر دقيقة كتمثل ربع الساعة. اذا فيمكني نحسبوها بآآ واحد مقسوم على اربعة. اذا واحد كم فيها من اربعة فيها السفر. ندن نضع الفاصلة ونضيف السفر. عشرة كم فيها من اربعة فيها اتنين. اتنين مضربة في اربعة تساوي تمانية. ثم نوضع عمليات. هنا قموا بعمليات الطرح. آآ عشرة ناقص تمانية اتنين. ثم نضيف سفر عشرون كم فيها من اربعة تساوي خمسة. ندن فحصلنا على سفر فاصلة خمسة وعشرون ساعة. او غادي نقسمو هاد خمسة عشر دقيقة على سيتون للحصول على الساعة. قلنا دائما من من للتحويل من الدقيقة الى الساعة فكنقسمو على سيتون. فهالطريقة اللي وضعنا ساعة مقسومة على اربعة. لان ربع ساعة او خمسة عشرة دقيقة كتمثل لنا ربع الساعة. اذا فيمكن لنا نوضع هاد العملية او خمسة عشر مقسومة على سيتون. لان خمسة عشر كم فيها من سيتون فيها السفر. لان السفر. خمسون كم فيها من سيتون فيها اتنين. او خمسون افوال. فيها اتنين سفر مضربة في سفر. اتنين مضربة في سفر. اتنين مضربة في ستة. اتنا عشر. ثم عملية الطرح. سفر ناقص سفر سفر. خمسة ناقص اتنين ثلاثة. واحد ناقص واحد. السفر. ونوضع السفر. تلاتة ومئة كم فيها من سيتون. اذا معنا لدينا تلاتة ومئة كم فيها من سيتون. قد تجي شوية صعيبة. اذا ممكن لنا ناخده تلاتون كم فيها من ستة. اذا نفع خمسة مضربة في ستة وتساوي تلاتون. اذا نغضي نوضع فيها خمسة. خمسة مضربة في السفر. السفر. خمسة مضربة في ستة. تلاتون. ناقص تلاتمائة ساوي السفر. اذا فنفس الشيء حصلنا على صفر فاصلة خمسة وعشرون ساعة. اذا فهنا عدنا تلات ساعات زائد صفر فاصلة خمسة وعشرون ساعة. تساوي تلاتة فاصلة خمسة وعشرون ساعة. اذا فهذه هي المدة الزمنية. ثم نطبق العلاقة لحساب المسافة. اذا المسافة تساوي. قلنا السرعة لهي مائة وتمانية وخمسون مضربة في المدة الزمنية وهي تلاتة فاصلة خمسة وعشرون. اذا تساوي خمسمائة وثلاتة عشر فاصلة خمسة كيلومتر. اذا الفادي هي المسافة بالكيلومتر. ثم جيم احسب المدة التي يستغرقها القطار لقطع مسافة تسعمائة وتمانية واربعون كيلومتر. دائما القطار يصير بنفس سرعة وهي مائة وتمانية وخمسون كيلومتر على الساعة او بالساعة. دان كذلك سبقا لنا شفنا العلاقة اللي كنحسبو بها المدة. دان فالمدة تساوي المسافة مقسومة على السرعة المتوسطة. دان فهذه المدة فهي آآ دنا المسافة وهي تسعمائة وتمانية واربعون. مقسومة على السرعة اللي حسبناها وهي مائة وتمانية وخمسون كيلومتر على الساعة وتساوي ست ساعات. ثم التمرين رقم تسعة. تحتوي قطعة شوكولاتة او شوكولاتة على ستة بالمئة من الحليب وخمسة عشر بالمئة من الكاكاو وثلاثون بالمئة من السكر. احسبو كمية الحليب والسكر والكاكاو بالغرام الموجودة في قطعة الشوكولات. كتلتها مائة وخمسون غرام. دان فعدنا نسب الحليب والكاكاو والسكر المتواجدة بالشوكولات. دان فالمطلوب منه وهو كمية الحليب والسكر والكاكاو المتواجدة بمائة وخمسون غرام من الشوكولات. ننفع اه اول حاجة قد نحسبو كمية الحليب. دان فعدنا نسبة المئوية بالحليب او للحليب بالشوكولات وهي ستة بالمئة. دان فقد ناخدو هاد الكتلة هادي اللي هي مئة واشرون غرام ونضربوها في النسبة المئوية اللي قتمتل لنا الحليب. دان مئة وخمسون. مضربة في سبر فاصلة ستة اي ستة على مئة. ننفع ستة على مئة. مئة وخمسون. ستة على مئة وهي سفر فاصلة سفر ستة سفر فاصلة سفر ستة. مئة وخمسون مضربة في سفر فاصلة سفر ستة ستة مضربة في سفر ستة مضربة في خمسة تلاتون اكتب سفر واحتفظ بثالتة ص Bad دان اصفار اذا ضربنا في اعداد غaverت لنا السفر اذا فقد نحسب مباشرة كم عندي من رقم بعد الفاصلة. عندي رقمان. اذا واحد اثنان. ونوضع الفاصلة. نساوي تسعة. تسعة غرام. هذه وهي كتلة الحليب او كمية الحليب بمئة وعشرون غرام من الشوكولة. ثم آآ نحسبو كمية الكاكاو. دائما غناخدو كتلة الشوكولة وهي مئة وخمسون غرام مضربة في نسبة الكاكاو وهي خمسة عشر بالمئة. اي خمسة عشر على مئة. وتساوي سفر فاصلة خمسة عشر. دان غردي نقومه بنجاز العملية. خمسة مضربة في السفر. السفر خمسة مضربة في خمسة خمسة وعشرون. اكتب خمسة واحتفظ باثنان. خمسة مضربة في واحد. خمسة زائد اثنان. سبعة. ثم نوضع الفاصلة. خمسة مضربة. واحد مضربة في السفر السفر واحد مضروف خمسة خمسة ثم واحد مضروف واحد واحد ونقوم معمليات الجمع آآ سفر خمسة سبعة زائد خمسة اتناشا اكتب اتنان واحتفظ بواحد واحد زائد واحد اتنان اذا انا عندي رقما بعد فاصيلة نحسب واحد اتنان ونوضع الفاصلة اذا فكمية الشوكولا عفوا كمية الكاكاو وهي اتنان وعشرون فاصلة خمسون غرام اذا نتساوي اتنان وعشرون فاصلة خمسون غرام اذا فادي هي كتلة الكاكاو المتواجدة بمئة وخمسون غرام ثم كمية السكر اذا مئة وخمسون مضروفة في النسبة وهي ثلاثون بالمئة ثلاثون على مئة تساوي مئة وخمسون مضروفة في آآ سفر فاصلة ثلاثة اذا نحسب رقما نوضع الفاصلة اذا سفر فاصلة ثلاثة مئة وخمسون مضروفة في سفر فاصلة ثلاثة ثلاثة مضروفة في السفر السفر ثلاثة مضروفة في خمسة خمسة عشر اكتب خمسة واحتفظ بواحد. ثلاثة مضربة في واحد. ثلاثة زائد واحد اربعة. رقم واحد بالفاصلة. اذا نحسب واحد ونوضع الفاصلة. اذا نفع خمسة واربعون غرام. نتساوي خمسة واربعون غرام. هذه هي كتلة السكر بمئة وخمسون غرام من الشوكولة. ثم نمر التمرين عشرة. قرر تاجر تخفيضة اتمينتي بعد السلة بالنسبة خمسة عشرة بالمئة. فقام بتعديل البطاقات الاتمنة التالية. اتعرف البطاقات الخطأ واصححها. اذا فقد نحسبوه مبلغ التخفيض بالنسبة لكل تمان. ونتحققوه هل اتمينة الموضوع بالبطاقات صحيحة ام خطأ. اذا فقد نبدأ باول تمان وهو خمسة واربعون. اذا خمسة واربعون. اه مضربة في نسبة التخفيض وهي خمسة عشرة بالمئة. اي سفر فاصلة خمسة عشر. خمسة واربعون مضربة في سفر فاصلة خمسة عشر. خمسة مضربة في خمسة خمسة وعشرون. نكتب خمسة واحتفظ باثنين. خمسة مضربة في اربعة عشرون زائد اثنان اثنان وعشرون وضع نقطة واحد مضربة في خمسة خمسة واحد مضربة في اربعة اربعة بنسبة للسفر فاغيطة من السفر ادن خمسة زائد سفر خمسة اه اتنان زائد خمسة سبعة اثنان زائد اربعة ستة اه واحد اثنان عدنا نعدي رقمان بعد الفاصلة ادن غضي نجلل عند اخر رقم نحسب رقمان واحد اتنين وضع الفاصلة. اذا فى مبلغ التخفيض وهو ستة فاصلة خمسة وسبعون درهم. اذا ستة فاصلة خمسة وسبعون درهم. اه اذا فغضي ناخد خمسة واربعون ونقص منها ستة فاصلة خمسة وسبعون. خمسة واربعون. ناقص ستة فاصلة خمسة وسبعون. اذا فهذا هو الثامن الجديد. بعد التخفيض. خمسة واربعون ناقص ستة فاصلة خمسة وسبعون. فاصلة والصفران. سفر ناقص خمسة لا يمكن. واحد. عشرة ناقص خمسة. خمسة. نرجع السلف. كذلك نستلف واحد. عشرة ناقص تمانية اثنان. نرجع السلف. نوضع الفاصلة خمسة ناقص سبع لا يمكن. اذا خمسة عشر ناقص سبعة ساوي تمانية. ونرجع السلف. اربعة ناقص واحد تلاتة. اذا فتمن جديد وهو تمانية وتلاتون فاصلة وخمسة وعشرون. اذا فهنا البطاقة او تمان مكتوب بطاقة فهو صحيح. نسيء بالنسبة للتمن الاخر وهو مائتان وعشرة. مضرب في نسبة التخفيض وهي سفر فاصلة خمسة عشر. نضع خمسة مضربة في السفر. السفر. خمسة مضرب في واحد. خمسة. خمسة مضرب في اتنان عشرة. ثم نضع النقطة او السفر. واحد مضرب في السفر. السفر. واحد مضرب في واحد. واحد. واحد مضرب اتنان. اتنان. ثم نقوم مع مالية الجمع. اه السفر. خمسة. واحد. واحد زائد اتنان. تلاتة. رقمان بالفاصلة. اذا واحد اتنان. نضع الفاصلة. ننفع تمن تخفيض وهو واحد وثلاثون فاصلة خمسة او فاصلة خمسون. واحد وثلاثون فاصلة خمسة. اه دائما الدرهم. نقف ذلك. درهم. نقف تمانية وتلاتون فاصلة خمسة وعشرون درهم. ننفع تمن الجديد وهو مائتان وعشرة. ناقص واحد وتلاتون فاصلة خمسة. درهم نقوم بالعمل اليوم. درهم نوضع الفاصلة والسفر. اه عشرة ناقص خمسة. خمسة. نرجع الثلاث. عشرة ناقص اتنان تمانية. نوضع فاصلة اولا. نرجع الثلاث. اه احدى عشر ناقص اربعة. سوي السبعة. ثم نرجع الثلاث. اتنان ناقص واحد. واحد. اذن فتمن جديد وهو مئة وتمانية وسبعون فاصلة خمسة. اذن مئة وتمانية وسبعون فاصلة خمسة. كذلك تمان الموضوع بالبطاقة فهو ثمن صحيح. ثم ننمر نوضعه مئة وتمانية وسبعون فاصلة خمسة درهم. اه بالنسبة الثمن الاخر وهو تمانون درهم. تمانون مضربة في صفر فاصلة خمسة عشرة. خمسة مضربة في السفر. السفر. خمسة في تمانية اربعون. نضعه نقطة. اه واحد مضرب في السفر. السفر واحد مضرب تمانية. تمانية. نقوم بعملية الجمع دائما السفر فكرة السفر. هنا السفر. سفر. اه اربعة زائد اتنان. عفوان زائد تمانية اتنى عشر. اه رقما بعد الفاصلة. اذا نحسب واحد اتنان وهو ده الفاصلة. ننفع ثمن ديال التخفيض وهو اتنى عشرة درهم. نسوي اتنى عشرة درهم. ثم تمانون ناقص اتنى عشر. من اي الثمن قبل التخفيض ناقص مبلغ التخفيض. اذا تمانون ناقص اتنى عشر. اه عشرة ناقص اتنان تمانية نرجع السلف. تمانية ناقص اتنان ستة. اذا نفعه الثمن جديد وهو تمانية وستون. اذا فالموضوع بالبطاقة وهو تسعة وستون. اذا فهنا عندنا الخطأ او تاجر وضع هذا الثمن بالخطأ اذا هنا عندنا تمانية وستون. فنفعه تمانية وستون. ثم اخر تمان. تمانية وستون درهم. اخر تمان وهو ستون مضربة في سفر فاصلة خمسة عشر. اي نسبة التخفيض. خمسة مضربة في السفر سفر. خمسة مضربة ستة تلاتون. اكتب تلاتون ودع نقطة. اه واحد مضربة في ستون. سفر سفر تسعة. اذا رقمان بالفاصلة واحد اتنان. فاصلة. اذا اه نسبة التخفيض وهي تسعة الدراهم. ثم ستون ناقص تسعة تساوي واحد وخمسون. اذا فا آآ كذلك تم الموضوع بالبطاقة فهو صحيح. اذا فالخطأ الواحد وهو آآ نسبة تخفيض او تمن مخفض بعد آآ من بعد التخفيض وهو تمانية وستون وليس تسعة وستون درهم. ثم تمن رقم احضا عشر. السرعة المتوسطة لعداء هي اربعة وعشرون كيلو متر على الساعة او بالساعة. اشطب المسافة الخطأ التي يقطع وهذا العداء في مدة خمسة عشر دقيقة. ننفعد نا ستمائة متر ستة الاف متر وتلاتمائة او ستون متر. اذا قبل ما آآ نشطبو على المسافة الخطأ. اذا فقد نحسبو اولا هاد المسافة. لحساب المسافة فكنتبقوا العلاقة. آآ مسافة تساوي السرعة المتوسطة. في تس مويان مضربة في المدة الزمنية. اذا ادنا السرعة وهي اربعة وعشرون كيلو متر على الساعة. بالنسبة للمدة فعدنا خمسة عشر دقيقة. ادنا خمسة عشر دقيقة. نحولوها للساعة. ننفع خمسة عشر دقيقة. قلنا وهي ربع الساعة. ننفع ساعة مقسومة على اربعة وتساوي سفر فاصيلة خمسة وعشرون. اصبق لنا آآ حسبناها بالتمرين. رقم تمانية. لن سفر فاصيلة خمسة وعشرونة. ساعة. او لا كناخد ستونة. عفوا خمسة عشر دقيقة. كنقسموها على ستون باش كنحولوها للساعة. فاق نحصلو كذلك على سفر فاصيلة خمسة وعشرونة ساعة. ننفع المسافة فهي كتساوي اربعة وعشرون. مضربة في سفر باسلة خمسة وعشرون. دعنا خمسة مضربة في اربعة تساوي اشرون. اضع السفر واحتفظ باتنان. خمسة مضربة في اتنان عشرة زائد اتنان اتنى عشر. ودع النقطة. اتنان مضربة في اربعة تمانية. اتنان مضربة اتنان اربعة. ثم اقوم بعملية الجمع. السفر اتنان زائد تمانية عشرة. اكتب السفر واحتفظ بواحد. واحد زائد واحد اتنان زائد اربعة ستة. بدي رقمان بات الفاصلة. اذا واحد اتنان. نوضع الفاصلة. اذا آآ ستة كيلو متر. اذا ستة كيلو متر نحولوها الى المتر. اذا ننفع ادنا ستة كيلو متر. بعد خانة الكيلو متر. ادنا الهيكتو متر. ثم الديكا متر والمتر. اذا ستة الاف متر. ننفع المسافات الخاطئة وهي تلاتمائة وستونة متر. اذا فقد نشطب لها. وستمائة متر. والمسافة الصحيحة وهي ستة الاف متر. ثم غد نمرو للتمرين. اثنان عشر. ان بيسكولير دماغ اويتهور وانتسانك منيط الى اياه. اويتهور سيكنت منيط. الفيان تراجي دو كنز كيلو متر. اه. اه. انا لدينا نستمرين كيقول بان واحد الحافلة انتالقت مع الساعة الثامنة وخمسة وعشرون دقيقة. وصلت على الساعة الثامنة وخمسون دقيقة. اه قاطعة اوحد المسار او الطريق. اه. اه. اللي هو خمسة عشرة كيلو متر. يعني السؤال. اه. كيلي لا دي يغيد ويتخاجز. انا مطلوب منه هو المدة الزمنية اللي قطعتها الحافلة. اه. خلال او القطع هاد المسافة اللي هي خمسة عشرة كيلو متر او الطريق اللي المسافة القيص دي هاد الطريق او مسافتها هي خمسة عشرة كيلو متر. اه. سؤال تاني. كيلي لا فيتيس موين دو بيوس. او كيلو متر. هنا المطلوب منه وهو اه حساب او اعطاء تحديد عفوا السرعة المتوسطة لهاد الحافلة بالكيلو متر في الساعة. لحساب هاد المدة. اندان فا غادي ناخدو مدة الوصول او ساعة الوصول نبقص منها ساعة الانطلاق كيف ما سبق لنا شفنا في اه درس الاعداد السيتين يا اندان فا غادي ناخدو ويت او سيكونت مينوت ويت او دان نوضع العملية. نوضع رمز الدقيقة. دان اه تمان ساعة وخمسون دقيقة ناقص تمان ساعة وخمسة وعشرون دقيقة. دان سفر ناقص خمسة لا يمكن اذا نغضي ننحس تلف اه واحد عشرة ناقص خمسة خمسة ونرجع السلاف. دان خمسة ناقص تلاتة اتنان. نوضع رمز الساعة تمانية ناقص تمانية السفر اذا فالمدة وهي خمسة وعشرون دقيقة. نوضع خمسة وعشرون دقيقة. ثم حساب السرعة المتوسطة بالكيلو متر على الساعة. اذا فعدنا خمسة وعشرون دقيقة نحولها للساعة. اندان باش نحوله من الدقيقة الى الساعة فالقسمه على سيتون. اذا خمسة وعشرون مقصوم على سيتون هنا ساعة. اذا اخذينا خمسة وعشون مقصوم على سيتون فقد عطينا واحد القسمة اللي هي غير مضبوطة فقد نحتفظوا بها. هكذا. خمسة وعشرون على ستون ساعة. ثم غضي نحسبو السرعة المتوسطة. لحساب السرعة المتوسطة فهي كتساوي المسافة آآ مقسومة على المدة. إذن في المسافات وهي خمسة عشر كيلو متر. إذن خمسة عشر. مقسومة على آآ المدة وهي خمسة وعشرون على ستون. إذن خمسة وعشرون على ستون. ثم تساوي خمسة عشر. إذن فأي عدد كنقسمه على وحد العدد كسري. آآ كيساوي العدد مضروب في مقلوب العدد الكسري. إذن مضروبة في ستون ومقسومة على خمسة وعشرون. خمسة عشر مضروبة في ستون. آآ نحتفظ بالسفر. الآن هنا خمسة مضروبة في ستة مضروبة خمسة تساوي تلاتون. اكتب آآ صفر واعتقد بتلاتة. آآ ستة مضروبة في واحد ستة زائد تلاتة تسعة. ثم نضيف الصفر. إذن فكت تساوي تسعمائة. ثم تسعمائة. إذن فقد نضرب خمسة عشر في ستون. ثم نقسمه على خمسة وعشرون. إذن باشتري لنا القسمة لأننا قلنا إذا قسمنا خمسة وعشرون على ستون فقد اضطينا واحد القسمة اللي هي غير مضبوطة. ننفع مباشرة غد نستعمل هذا الحساب. ننفع تسعمائة غد نقسمها على خمسة وعشرون. نريد نرقمان بالمقسوم عليه. إذن غد ناخد رقمان من المقسوم. تسعون كم فيها من خمسة وعشرون فيها تلاتة. تلاتة مضروبة في خمسة. خمسة عشر. اكتب خمسة. واحتفظ بواحد. تلاتة مضروبة في اتنان. ستة زائد واحد سبعة. ثم نقوم بعملية الطرح. عشرة ناقص خمسة. خمسة ونرجع سلاف. تسعة ناقص آآ تمانية واحد. ونرجع آآ وننزل الصفر. ده مئة وخمسون كم فيها من خمسة وعشرون. ننفع ستة. ستة مضروبة في خمسة تلاتة. اكتب صفر واحتفظ بتلاتة. ستة مضروبة في اتنان. اتنى عشر زائد تلاتة خمسة عشر. ثم نقوم عملية الطرح مئة وخمسون ناقص مئة وخمسون صفر. اذا السرعة المتوسطة وهي ستة وتلاتون كيلو متر. اذا فقط نوضع السرعة المتوسطة ستة وتلاتون كيلو متر. على الساعة وليس بس تلاتون كيلو متر. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة